السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف يكون حصاد المحترفين الجزائريين مع أندياتهم في مختلف المسبق الأوروبية لمباراة يوم السابت والكلام سوف يكون عن سعيد بالرحمن اللاعب رايت نوري فيرس الشبي راميز الروقي مهدي راريس آدم الناس نابر بن طلب وياسين عدلي قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو ستركوك جديد ونبدأ كلها في التفاصيل الأكثر والفيديو سوف تكون مع اللاعب سعيد بالرحمة مع فرقه ويست هام في مباراة بين ويست هام ونادي برموت بوطولة الدولة الإنجليز الممتاز شاركة دول الجزائري سعيد بالرحمة أساسي ولعبه 63 دقيقة بالتمام والكمال تحصل على تقييم 6.7 كتقييم على أداء وعلى مردده قدم أداء مقبول وأداء جيد من ناحية الفرص على المرمى حيث صنع فرصة وحيدة وكانت فرصة خطيرة وهي المتسببة في الهدف الثاني لفريقه ويست هام نسبة التبريرات بنسبة 71% بمعدل جيد أما نسبة العرضيات بنسبة 100% بمعدل ممتاز ولمس القرى 24 مرة وحصل على خطأين والاعتراضات مرة واحدة للأمنة سعيد بالرحمة قدم أداء جيد في هذه المباراة ظهر بصورة رائعة كان قريبا التجليل لو لا اللاعب ميكل أنتونيو حرمه من هدف محقق في أشهر الأول على العموم سعيد بالرحمة بدأ يعد تدريجيا إلى المباراة وبدأ يعد تدريجيا إلى أدائه المعهود يتبقى فقط هو حسب من ناحية التجليل والصناعة أما اللاعب مولي فهو اللاعب في رسالشيبي مع فريقه إنترك فرانكفورد ضد فريق يونيو برلين بطولة الدوري ألماني في رسال لعب أساسي في شكلة فريقه فرانكفورد ولعب 73 دقيقة وتحصل على تقييم 70 أفوا تحصل على تقييم 7 أداءه في المباراة نجيين لاعب يقدم السببات لدى الموسم مع فريقه فرانكفورد إحصائية في المباراة الأتي صنع فرصة واحدة نسبة الثمانية وصلت إلى 68% أما نسبة الثمانية وصلت إلى 50% أما العرضية بنسبة 25% والمروغات بنسبة 100% لمس الكرة 33 مرة والتدخلت نجيحة بنسبة 100% قدم مستوى هائل يمر بضرفية جيدة لاعب مهم في فريقه فرانكفورد لدى الموسم تأقلم بطريقة سريعة وممتازة وأصبح عنصر أساسي في الفريق وهذا ما نريده هو التألق والإستبارة في الإبداع في الأراضي الألمانية مع اللعب في رصة الشيبي واللعب المولي فهو اللعب راين أيت نوري مع فريق هورفر هامتون في بطولة الدوري الإجليزي الممتاز ضد فريق شيفل دونيتاد راين شارك أساسي ولعب التعين دقيقة بالتمامي والكمال وقدم مستوى جيد في هذه المباراة تحصل على تقييم 6 تفاصيل 5 والإحصائية رائعة في مباراة اليوم صنع فرصة واحدة دقة التمريل توصل إلى 87% بمعدل جيد العرضية بنسبة 100% بمعدل رائع والمروغات بنسبة 40% لمسا الكرة 57 مرة حصل على خطائين أما من ناحية الدفاعية الاعتراضات مرتين التدخل التنجيحة بنسبة 100% كسب الاتحامات الأرضية بنسبة 54% وكسب الاتحامات الهوائية بنسبة 50% إحصائية ممتازة للعب الاتنوري وبالمناسبة هناك معلومة أو خبر حصري من صحيفة إنجليزية أن نادي ليفربول مهتم بالتوقع مع اللاعب الجزائري رايت اتنوري في الانتقال الشيطوية القادمة للأمل نتمنى أن تكون هذه الخبر صحيحة أن مع إصابة اللاعب الولتون في مركز الظهر إيصافي في ليفربول سوف يكون هناك اللاعب رايت اتنوري من ساحة المشاركة والتأقلوم إذا تم التفقى وإذا كان الخبر صحيح نتمنى توفيق ليراين أتنوري في القديم اللاعب موليفول لعب رابنز الوقي مع فريق فاينورد بطولة الدوري الهولندي لعب المباراة الأساسي ولعب يتعين دقيقة بالتمام والكمال تحصل على تقييم 7.9 وقدم مستوائل في هذا الإقام إحصائية رائعة سدد التسديد وحيدة إيرتطمت في القائم صنع ثلاث فرص فرصة واحدة كانت خطيرة وقريبة من التجيل تمريدها الصحيحة بنسبة 92% أما التمريدها الطويلة بنسبة 62% لمس الكرة 95 مرة وحصل على خطأ واحد إحصائية جيدة راميز الوقي تأقلمه وأصبح قطعة أساسية في فريق فاينورد وأصبح يشارك بالسمراء بعدما كان احتياطي في بداية الموسيم لاعبه في خطوصات من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية لاعب مهاري وجيد يمتلك البنية الجسدية الرائعة واللاعب يجد صناعة الليب والرط بين الدفاع والهجوم بطريقة جيدة ويقدمه السيطة كبير هذا الموسيم اللعب والفاو اللعب مهدي لارس مع فريقي ستوك سيتي بطولة الشامبيونشيب لاعب المباراة أساسي ولعب 81 دقيقة وقدم أداء سيئ في هذه المباراة أداء سيئ في هذه المباراة لم يكن بالأداء الجيد سدد التسديد الوحيدة ارتطمت في الدفاع أو كانت خارج المرمى غير مؤطرة حالة تسلل مرتين لم يصنع أي فرصة دقات التمنى توصل إلى 57% كمعدل سيئ لمسا الكرة 37 مرة الاعتراضت مرة واحدة وكسب الالتحامات الأرضية بنسبة 0% لم يكسب أي التحام أرضي من 10 التحامات دخل فيه وكسب الالتحامات الهوائية بنسبة 5% آداء سيئ للعب مهدي لارس في هذه الجولة من بطولة الشامبيونشيب بعدما كان الجولة الماضية قدم مستوى كبير وظهر بصورة ممتزة في هذه الجولة كان سيئ وقدم مستوى سيئ أما بخصص لعب نابين الطالب مع فريق هيليل لدى فريق أولمبيك مارسليا بطولة الدوري الفرنسي نابين بن طالب شركة أساسي ولعبت عند قيقة بالثماني والكمال وقدم أداء مقبول في هذه المباراة تحصل على تقييم 6.3% على أداء المرضوذي إحصائية كالآتي في المباراة لم يحصلنا أي فرصة دقة التمريد وصل إلى التعالي 8% أما التمريد تطوير بسبب 71% المراوغات بالنسبة 100% لمس الكرة 80 مرة وحصل على خطأ واحد التدخل التنجيحة بالنسبة 100% والعتدرات مرة واحدة نابين بن طالب أصبح أساسي في شكل فريق هيليل أصبح يقدم استوى كبيرة مع فريق هيليل هذا الموسم القادم الأنجي بعدما غاب عن مباراة الأوليبي بسبب الإصابة لكن المدرب يعتمد عليه أساسي أن المدرب يعرف إمكانية هذا اللاعب ويعرف قدرته في خط وسط لمن ناحية التدخلات لمن ناحية الافتكاكات ولمن ناحية بناءة الهجمات لفريق هيليل هذا الموسم أما بالخصص لعب أدام الناس آداء كان متوسط أو آداء سيء في 20 دقيقة بعدما دخل كبديل لعب 20 دقيقة لمسا الكرة 6 مرات فقط ونسبة 8 إلى 67% آدم الناس يعاني هذا الموسم للأمنة لو يشارك باستمرار لم يأخذ الفرصة الكاملة بعد العودة من الإصابة يشارك كبديل فقط لكن على العيب الإشهاد والعمل بجهد للعودة إلى الأساسية والعودة لثقات المدر المزددان لا يغاب عن مبارس كثير هذا الموسم بسبب الإصابة نتمنى التوفيق إن شاء الله نتمنى أن يكون في أفضل أحواله في الأيام القادمة موسيقى موسيقى